مع بداية دور الانعقادة الجديدة أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضرورة تفعيل أدوات المؤسسة التشريعية مع حسن استخدام الرخص والأدوات الرقابية الدستورية بحيث تحول الأداء الرقابية إلى أدات إصلاح وتصويب وتقويم وتنبيه بدلا من أن تكون وسيلة ابتزاز وضقط ومقايضة إن على المؤسسة التشريعية أن تفعل أداءها ليرقى إلى مستوى الثقة الشعبية التي فوضتها وتفعيل هذا الأمر يتجسد في عنصر محدد ومهم يتمثل في أداء تشريعي محترف وواقعي وممكن التطبيق يستهدف جوانب النقص في منظومتنا التشريعية إزاء الكثير من القضايا التي تحتاج إلى تدخل تشريعي أما فيما يتعلق بالجانب الرقابي فإن حسن استخدام الرخص والأدوات الرقابية الدستورية أمر في غاية الأهمية بحيث تتحول الأدات الرقابية إلى أدات إصلاح وتصويب وتقويم وتنبيه بدلا من أن تكون وسيلة ابتزاز وضغط ومقايضة وشكل مجلس الأمة لجانه الدائمة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر وعددها أحد عشر لجنة إضافة إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميرية وخلال جلسته الأولى ينتخب مجلس الأمة عضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما تم تسكية وعضاء لجنة الجواب على الخطاب الأميري والعرائط والشكاوى والداخلية والدفاع والمالية والتعليمية والصحية والميزانيات وحماية الأموال العامة والخارجية والمرافق العامة والأولويات وتم تسكية النائب الدكتور عود الأرواعي لمنصب أمين سر مجلس الأمة والنائب نايف المرداس العجمي لمنصب المراقبة وخلال الجلسة أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزير الصحة الأسبق الدكتور عبد الرحمن العوضي كما أبن النائب السابق مشاري العصيمي وأعلن إقرار مجلس الأمة ترشيحه فيصل فهد الشايع رئيسا لديوان المحاسبة ووافق المجلس على تأجيل الاستجوابين المقدمين من النائب محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ونائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتور جنان بوشهري لمدة أسبوعين وقد جاء التأجيل بناء على طلب الوزيرين وموافقة مجلس الأمة اشتركوا في القناة